الأولاد والذرية من زينة الحياة الدنيا تتعلق القلوب بفطرتها في هذه الزينة كما أخبر الحق تبارك وتعالى حيث قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا وده جانب يشترك فيه البشر جميعا حتى أنبياء الله تعالى الكرام مع تعلق قلوبهم بالله تعالى عز وجل إلا أن هذا التعلق لم يكن مانعا من طلبهم ما شرعه الله تعالى للإنسان من تلك الزينة وفطرته المرتبطة بالتعلق بالأولاد والتي تهفو إليها النفوس وتتعلق بها القلوب والتي منها طلب الاستئناس بالولد إن يكون عندي زرية وهذا ما فعله سيدنا زكريا عليه السلام كما حكى عنه القرآن الكريم في قول الله تعالى وزكريا وزكريا إذ نادى ربه ربي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الورثين فسيدنا زكريا عليه السلام نادى ربه يعني دعاه طلب منه أن يرزقه الولد بقوله لا تذرني فردا أي أسألك يا رب ألا تتركني في هذه الحياة الدنيا وحيدا لا ولا دلي ولا نسلة يرثني من بعدي وأنت خير الورثين يعني سبحانك أنت خير من يبقى بعد كل مخلوق فلا شيء يبقى للإنسان أفضل من مولاه سبحانه وتعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الورثين ومن جواهر المعاني في هذا الدعاء ومن اللطائف البديعية اللي اجتمل عليها هذا الدعاء المبارك إن نبي الله زكريا عليه السلام طلب من ربه أن يرزقه الولد لأجل أن يرثه كما علمنا في ذات الدعاء إنه ليس من الضروري إنه يتعلق الإنسان بطلبي يعني أنا سألت ربنا شيء بدع الله بشيء أرجو الله إنه يحقق لي كذا أو كذا لا أتعلق أنا أطلب والله فضله ما فيش حرج على فضل الله وعلى رحمة الله وعلى كرم الله بالعباد أطلب من المولى سبحانه وتعالى دون أن يتعلق قلب الطالب بطلبه فمع كون العلة أو السبب من الولد هي الاستئناس يعني ما يكون عندي زرية الإنسان بيبقى سعيد بالزرية عشان يستأنس بهم في الدنيا ولأجل كمان أن يبقى وارثا له من بعد ولدا ذكرا كان أو أنسا إلا إن الطلب ده وإن لم يتحقق وإن لم يحصل فإن الله تعالى هو خير أنيس ووريس ويعني دي رسالة واضحة لكل إنسان إنه يبقى بطلب وأدعو الله ولا أتعلق بالمطلوب أتعلق بالله سبحانه وتعالى أدن وفتح وداني فيبقى في هذا خير منع فمنعه خير المنع والعطاء خير للإنسان لإن ده من الله الحكيم العليم وكمان لما بنشوف في قصة نبي الله زكريا اللي كان كبير في السن واشتعل الرأس شيبة وبلغ من الكبر عتية وامرأة عاقر وسأل الله هذا السؤال رسالة واضحة لكل إنسان له عند الله حاجة سواء كانت يعني الحاجة دي يسيرة أو سهلة كما في معتقد البشر يسأل الله من فضله ويعلم وهو بيسأل إن ما شئت الله بالمنع أو العطاء يعني أفضل وأنفع من حاجته فيترك يفوض الأمر لله لأن الله يعلم ما ينفع الناس وهم لا يعلمون ولأن الله تعالى أعز وأبقى من كل ما في الوجود ورضاه سبحانه وتعالى خير مطلوب وده من جواهر المعاني اللي احنا بنتعلمها من دعاء نبي الله زكريا عليه السلام والإنسان في نفس الوقت يلح بالدعاء ولا ييأس أبدا ولا يمل من طلب حاجاته من الله تعالى فإنها ولو كانت هذه الحاجات المطلوبات اللي بيطلبها عظيمة أو غير متوقع الحصول عليها زي ما في قصة نبي الله زكريا يعني غير متوقع الحصول عليها بالنسبة أو في ضوء الأسباب المتاحة بالنسبة لي يعني شيء صعب أنا شايفه بالنسبة لي الشيء صعب بعيد المنال شايفه يعني شبه مستحيل إنه يتحقق لا المؤمن يعني يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى ويسأل الله من فضله لأنه مهما كانت الأشياء اللي نشايفها دي عظيمة أو صعبة أنها تتحقق إلا أنها في جنب كرم الله وفرجه أيصر من اليسير فأمره سبحانه وتعالى بين الكافي والنون سبحانه جل في علا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لما أندعى نبي الله زكريا ربه دعاء خفية هذا الدعاء المبارك الذي دعى به نبي الله زكريا قال الله تعالى معقبا على ذلك فاستجبنا له جاءت الإجابة جاه الفرج لسيدنا زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وفي هذا أو بالتأمل في هذا السياق القرآني تجد تأكيد على معنى مهم هو من جواهر المعاني في النص القرآن وهو إن الرزق بالولد هو محض هبة من الله تعالى يعني إيه محض هبة يعني عطية هدية شوف لما حد بيجيب لك هدية أنت بتعطي تشرط عليه أنا عايز كذا أو تجيب لي كذا وإذا كان هو الذي يهديك فليس لك أن تشترط عليه فده محض هبة من الله تعالى وبالتالي هي مبنية معذرة مبنية على مشيئته جل شأن يعني الهبة دي اعطأها للإنسان مبنية على مشيئته سبحانه وتعالى المشيئة التي تعطي الأشياء على وفق مراده سبحانه وتعالى المرتبط بإيه بعلم الله سبحانه وتعالى بما هو عين الصلاح للناس فالإنسان يدعو ولا يتعلق بالمطلوب الذي يدعو به وفي نفس الوقت علينا أن تسليم الأمر لله وتفويضه للمولى سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يعلم ولا نعلم لذا جاء التعبير ووهدنا له هبا عطية هدية منحة وده بيفسر بوضوح قول المولى سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الزكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير كل ناشئ من العلم من علمه وحكمته وأنه على كل شيء قدير قال تعالى حكاية عن نبي الله زكري عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يعلمنا سيدنا زكري عليه السلام في هذا الدعاء إن الإنسان إذا كانت له حاجة عند الله تعالى يرجو قضاءها ويريد إنه يحصل عليها فإنه عليه إنه يتأهل لطلبها بكمال الأدب مع ربه جل في علا ومن كمال الأدب ملازمة أنواع وصنوف الطاعات شوف ربنا وصفهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وده وصف سورة الأنبياء وصف لأحوال الأنبياء إنهم يسارعون في الخيرات في مسارع في تسابق في صنيع الخير في الطاعات في ساعي دائم إنهم يسارعون في الخيرات ومع مسرعتهم في الخيرات ما بيعتدوش بالعبادة على إنهم ما يطلبوش لا بيطلبوا يدعوننا رغبا ورهبا وفي نفس الوقت وكانوا لنا خاشعين الله تعالى يقول ذلك فتعلمنا من دعاء نبي الله زكريا كذلك المسارع في الطاعات وكمال الأدب في سؤال ملك الملوك واختيار الأوقات والأماكن الطاهرات فإننا حينما نناجي الحق نناجي ملك الملوك جل جلاله شوف لو بتكلم ملك من الملوك حتختار إزاي العبارات وتنمق إزاي الكلمات وتتخير أرق وأرقى أساليب الخطاب فما بالك وأنت تناجي ملك الملوك جل جلال الله أنت في هذا الحال من كمال الأدب في الطلب كذلك قلب العبد في هذا الحال فيه ما فيه من حسن الظن في خالقه سبحانه وتعالى ساعتها يستجيب الله الدعاء وإنت بتتخير الأحوال والأماكن الشريفة ده شيء مهم كما فعل نبي الله زكري حينما دخل على ستنا مريم عليها السلام في محرابها ستنا مريم عليها السلام ووجد في محراب ستنا مريم من الأرزاق والخير والبركة والعطاءات الإلهية العجيبة وطبعا هي كانت في كفالة سيدنا زكري فكان هو زوج خالتها كما قال الله تعالى وكفلها زكري كلما دخل عليها زكري المحراب المحراب اللي كتعد فيه للعبادة والتبتل كلما دخل عليها زكري المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الكلمة دي هو مش عارفها سيدنا زكري عارفها لكن المؤمنين كده بيبقوا سند لبعض في الدنيا لما تسمع ساعة تسمع ذكر أو آية بتتلى من غيرك فتكون أوقع في قلبك من سماعك لنفسك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب تحرك قلب وتحركت قلب سيدنا زكري ورغبة سيدنا زكري في الاستئناس بالولد فاغتنم عليه السلام المكان المبارك محراب العبادة اللي كان بيدخل من وقت للتاني يعني يسأل ستنا مريم ما إذا كانت تحتاج شيئا فلما وجد الخيرات الكثيرة والعطاءات المباركة سألها أن لك هذا قالت هو من عندي لا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب في هذه الساعة المباركة وفي هذا المحراب المبارك توجه نبي الله زكري إلى ربه صادقا مخلصا في طلب حاجتان فقد ذكرته سيدتنا مريم سيدة نساء العالمين بهذا المعنى الراقي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فدع سيدنا زكري كما قص علينا القرآن الكريم هنالك 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 دع زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة